اشتركوا في القناة الماجيكو مستر محمد غنام زي ما خلصنا الباب الاول ندخل على الباب التاني الباب التاني اللي هو يعني كله كمية بما تحتويه الكلمة من معنى هنتكلم عن حاجة اسمها المعادلة الكيميائية هنتكلم عن حاجة اسمها المول يمكن الاسم ده غريب شوية بس هنعرف هو يعني ايه الباب التاني مكون عندي من فصلين الفصل الاول مقسمينه على ثلاث اجزاء والفصل التاني مقسمينه على جزئين في الجزء الاول اللي هناخده النهاردة ان شاء الله هدخل فيه جزء مهمة اوي 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 يعتبر مراجعة تراكمية على اللي احنا اخدناه في المرحلة الاعدادية هنبدأ نتكلم ازاي اكتب صيغة كيميائية ازاي اقدر اكون معادلة كيميائية وازاي اقدر اعرف اوزن المعادلة عن طريق فهمي للمعادلة مش حفظ للوزن يبقى هنتعلم النهاردة ازاي اعرف اوزن المعادلة تعال نبدأ الدرس الاول بتاعنا والجزء الاول من الباب التاني وهو المعادلة الكيميائية الكيمياء الكيمياء هو علم كمي يعني ايه كمي يعني بيقول هنا ان احنا بنستخدمه لتحليل عينة معينة عشان احدد نسب مكوناتها بالظبط زي ما خدنا في الباب الاول في علاقة الكيمياء والزرع كنت بعمل تحليل للطربة عشان اعرف نسب مكوناتها كنت بعمل تحليل للدواء واعرف المادة الفعالة اللي في قد ايه اذا فبقول ان الكيمياء هو علم كمي يهتم بالدراسة او تحليل العينات لما تحديد نسب مكوناتها علشان كده فكرة ان انا احدد كمية المواد الداخلة في التفاعل والناتجة من التفاعل ده لازم يكون مرتبط بحاجة اسمها المعادلة الكيميائية علشان اقدر احدد انا دخلت قد ايه وخرقت قد ايه هنقول داني لو انت عندك مصنع وعايز تصنع اي منتج ما فعندك فيه متفاعلات بتدخلها ويطلع لك النواتج اللي انت عايزها علشان تقدر تحدد الكمية بالزبط ده بتتحددها من خلال حاجة اسمها المعادلة الكيميائية طيب ايه هي المعادلة الكيميائية ناخد مثال بسيط كده ونقول يتفاعل غاز النيتروجين مع غاز الهيدروجين في وجود الضغط والحرارة ليعطي غاز النشادر عبر عن ذلك بمعادلة كيميائية طب احنا يا مصر مش عارفين يعني ايه معادلة جميل نجرب مع بعض ونحاول نكتب كده ومن خلال اللي احنا هنكتبه نقدر نطلع تعريف المعادلة الكيميائية هو بيقول يتفاعل غاز النيتروجين طب احنا كنا عارفين النيتروجين ده رمزه نتو تمام زائد غاز الهيدروجين اللي هو اتش تو هيطلع النشادر اللي هي اتش سري بس يا مصر هو بيقول هنا في وجود الضغط والحرارة اللي احنا كنا بنسميها شروط التفاعل وتتحط على الايه على السهم طب جميل الحرارة انا ممكن ارمز لها بالرمز اللي هو المسلس والضغط اللي هو البي اللي هي اختصار لكلمة بريجر يعني ضغط طب جميل لسه في حاجة تانية مصطر كنا قدناها في اعدادي اسمها وزن المعادلة ان انا اخلي عدد الزرات متساوي على الطرفين طب جميل تعني وزن المعادلة بشكل بسيط اوي كده هو لما نيجي نوزن المعادلة المفروض يكون عدد الزرات اللي داخل في التفاعل يكون قد عدد الزرات اللي ناتج من التفاعل هقول لكم على حاجة بسيطة كده نوزن بيها وهنتعلم النهاردة ازاي نوزن لما لاقي المعادلة عندي تحتوي على عنصر سنائي الزرة زي الاتش تو او الان تو وموجود في الجنب التاني بس تحت رقم تاني زي هنا الاتش تحتها اتنين وهنا تحتها تلاتة على طول بدلهم يعني ايه بدلهم؟ يعني الاتش الاولانية ديت انا هضربها في تلاتة وهنا هضرب في تنين ايش معنى؟ علشان يبقى دي تلاتة في اتنين بستة هي هيها اتنين في تلاتة بستة بس اخلي بالي اللي اتنين دي مضروبة في المركب ده كله معنى كده ان عندي اتنين نيتروجين وفعلا داخل عندي كمان اهو اتنين نيتروجين يبقى المعادلة عندي اتوزنت جميل بس لسه في حاجة في المعادلة انت ماكتبتهاش في اللي كاتبه فوق انت قلت يا تفاعل غاز مع غاز وهيطلع غاز ويا مصدر انت مش كاتب في المعادلة مش معرفني ندول غازات بالحال يبقى هاجي تحت النيتروجين هنا وهاجي تحته حرف الجي اختصار لكلمة غاز اللي هو الغاز والهيدروجين برضو غاز والنشادر كمان غاز يبقى انا كده كتبت المعادلة الكيميائية اللي انا كتبته ده كله عبارة عن ايه بص كده الـ H2 والـ N2 دي بتعبر عن حاجة اسمها رموز عناصر ده رموز للعنصر والـ NH3 دي بتعبر عن حاجة اسمها صيغة كيميائية تمام الجزء اللي قبل السهم ده اللي هو رموز العناصر ده اللي احنا بنسميه المتفاعلات والجزء اللي بعد السهم ده اللي هي صيغة الكيميائية الموجودة عندنا دي دي بنسميها النواتج يعني يا مصطر لازم المتفاعلات تكون رموز لا ما لهاش علاقة ممكن المتفاعلات تكون فيها صيغة تكون فيها رموز نفس الفكرة النواتج اقصد اقول ان المهم ان الجزء اللي هو بيكون موجود قبل السهم كل ده على يسار السهم هو ده اللي بنسميه المتفاعلات والجزء اللي موجود عندي على يمين السهم هو ده اللي بنسميه النواتج طب واللي موجود على السهم ده بنسميه ايه شروط التفاعل من هنا لما اجي اعرف المعادلة الكيميائية انا هقول شوية الكلام اللي انا كاتبه ده هقول ايه هقول هي رموز بعض العناصر ايه اللي موجودة دي والصيغ الكيميائية للمركبات بتعبر عن المواد المتفاعلة الداخلة في التفاعل والمواد الناتجة بينهم سهم السهم ده بيحمل شروط التفاعل ان وجدت يبقى تاني المعادلة الكيميائية هي عبارة عن رموز بعض العناصر والصيغ الكيميائية للمركبات تعبر عن المواد المتفاعلة والمواد الناتجة بينهما سهم السهم دائما يشير الى النواتج والسهم يحمل شروط التفاعل ان وجدت عندي نهوض بعض الرموز باستخدمها في اكتابة المعادلة الكيميائية وهي التي تدل على الحالة الفيزيائية المادة عندي لما نيجي نقول موجودة في كام حالة هنقول ثلاث حالات يا مستر صلبة وسائلة وغازية هنقول تمام بس انا ممكن احط كمان حالة ربعة وحالة خمسة ازاي؟ تعال بص هنا هاوض علشان اعبر عن المادة في الحالة الصلبة صلد بحط لها الاختصار اللي هو اس يبقى اس اختصار لكلمة صلد للتعبير عن المادة في الحالة السائلة liquid او باخد الحرف الاولاني دوت يبقى هرموز لها بالرمز l للتعبير عن المادة وهي في الحالة الغازية gas يبقى هاخد الرمز اللي هو g طب اذا كانت المادة في الحالة البخارية vapor يبقى هاخد الرمز اللي هو v إذا هو فيه فرق بين الغاز وبين البخار أه طبعاً الغاز هي الحالة الأساسية للمادة لكن البخار لا مش هو الحالة الأساسية ده بتكون المادة حالتها الأساسية يا إما سائلة أو صلبة ولما أجي أحولها للحالة الغازية في الحالة دي بسميها بخار زي بخار الميا الحالة الأساسية للميا هي سائلة طب وهي في الصورة الغازية بنسميها في الحالة دي بخار عندي مثلا مادة صلبة وليكن زي الفوسفور طب لو حولت الغاز لا يبقى في الحالة دي ما اسموش غاز الفوسفور يبقى اسمه بخار الفوسفور طب الاكسوجين لا الاكسوجين حالته الاساسية هي غاز طب اذا كانت المادة مزابة في المية يعني محلول مائي وهي اكوس سيليوشن فبناخد اول حرف عندي هنا هوت من كلمة اللي هي اكوس والحرف التاني وبرمز لها بالرمز اللي هي اي كيو يبقى انا عندي هنا هوت كده ديت بعض الرموز اللي ممكن استخدمها للتعبير عن الحالات الفيزيائية وانا بكتب المعادلة الكيميائية معادلة زي اللي قدامنا ديت اللي هي بتقول 2MG زائد O2 سهم عليه هيت حرارة طلع 2MG O ويتواجد الماغنيسيوم في حالة صلبة والاكسوجين حالة غازية اكسيد الماغنيسيوم حالة صلبة معادلة مكتملة موزونة عليها الحالة الفيزيائية سؤال بسيط اوي نهوت كده هنحطه ونقول علل تعتبر المعادلة او تعبر المعادلة الكيميائية عن التفاعل بصورة وصفية وكمية طب يعني ايه كلمة وصفية وكمية ديت اه انا عايز اشوف وصف وكم ازاي لما اجا بص للمعادلة انا عرفت ان امدخل من الماغنيسيوم هنا كام اتنين وهو في الحالة الصلبة ومن الاكسوجين واحد وهو في الحالة الغازية والسهم كان عليه حرارة وانطلع اكسيد الماغنيسيوم منه اتنين في الحالة الصلبة يعني انا وصفت كل حاجة يبقى بقوله هنا لانها المعادلة الكيميائية بتحدد ايه نوع وعدد الزرات عرفت النوع والعدد الداخلة في التفاعل والناتجة من التفاعل مش بس كده كمان ده انا كمان عرفت الحالة الفيزيائية وشروط التفاعل ان وجدت يبقى علل تعبر المعادلة الكيميائية عن التفاعل بصورة وصفية وكمية يبقى لانها تحدد نوع وعدد الزرات الداخلة في التفاعل والناتجة من التفاعل وكذلك الحالة الفيزيائية وشروط التفاعل ان وجدت طب ما هي شروط كتابة المعادلة الكيميائية عشان اكتب معادلة زي اللي فوق قدامي دي لو انا عايز اكتب معادلة زي دي ايه اللي انا لازم اكون عارفه عشان اكتبها تمام اول حاجة هي معرفة رموز العناصر وصيغ المركبات اللي تشملها المعادلة يعني لو انا ما عرفش ان الماغنيسيوم هو مجي ولا ان اكسيد الماغنيسيوم هو مجي او مش هعرف اكتب المعادلة اتنين معرفة المتفاعلات والنواتج وهي تعتمد على التجربة العملية والمشاهدة يعني لازم اكون عارف ان الماغنيسيوم والاكسوجين هي دي بالنسبالي التي تمثل المتفاعلات وان دوت اللي هو اكسيد الماغنيسيوم هو ده بالنسبالي اللي بيمثل النواتج قدرت اعرف المتفاعلات والنواتج خلاص يبقى انا احط المتفاعلات على اليسار والنواتج على اليمين السؤال هنا بقى ما هي المتفاعلات هل ممكن اعرف المتفاعلات واقول هي المادة التي تدخل في التفاعل لا اكيد طبعا طب ما انت عندك العمل الحفاظ بيخش ما منفعش تسميه متفاعلات تقول لي اصلي بيدخل زي ما بيخرج مستر اه يبقى الاكيد عندي عشان اقول ان المادة متفاعلة يبقى ما منفعش تخرج زي ما دخلت يبقى المتفاعلات هي المواد التي يحدث لها تغير كيميائي طب ما تغيرتش يبقى ما تفعلتش طب مين هي النواتج جميل كلمة ناتج يعني طلع لما حصل التغير يعني مادة كانت موجودة قبل كده ولا ما كانتش موجودة يبقى اذا النواتج هي المواد الجديدة المتكونة نتيجة حدوث التفاعل الكيميائي يبقى ده الفرق بين المتفاعلات والنواتج طب خلاص حلو انا عرفت المتفاعلات وعرفت النواتج ابدأ اكتب المتفاعلات على يصار السهم والنواتج على يمينه وحط شروط التفاعل فوق السهم ان وجدت اهم حاجة بقى جاية وهي مساواة اعداد كل نوع من الزرات في طرفي المعادلة دي اللي بنسميها عملية وزن المعادلة طيب علل انت ليه بتوزن المعادلة الكيميائية اللي هنا تحقيقا لقانون بقاء الكتلة او بقاء المادة يعني ايه مش فاهم قانون بقاء الكتلة بقاء قانون بقاء الكتلة بيقول ان مجموع كتل المواد الداخلة في التفاعل لابد ان تساوي مجموع كتل المواد النتيجة من التفاعل ده لان الكتلة او المادة لا تفنى ولا تستحدث من عدم يبقى تاني بدول عندي انهوت قانون بقاء المادة بيقول ان المادة لا تفنى ولا تستحدث من عدم معنى كده ان مجموع كتل المواد اللي داخلها في التفاعل زي مجموع كتل المواد النتيجة من التفاعل بالبلد كده او بصورة ابسط لو انت رايح تشوي اربع سمكات ودخلتهم الفرن هل ممكن يطلعوا ثلاثة لا يعني السمك هتختفت روح فين طبعا الراجل مش حرام طب جميل ممكن يطلعوا خمسة لا ما هي السمكة مش تولد جوة يبقى زي ما يدخلوا اربعة اطلعوا اربعة هو ده اللي احنا بنعمله في وزن المعادلة اني بحقق حاجة اسمها قانون بقاء الكتلة او بقاء المادة ان مجموع كتل المواد الداخلية في التفاعل لابد ان تساوي مجموع كتل المواد الناتجة من التفاعل قبل ما نشوف هنا هوت ازاي بكتب المعادلة وازاي يقدر اوزنها هنرجع كده نفتكر مع بعض الحاجات بتاعة اعدادي اللي هي اساس شغل الكيميا عندي رموز بعض العناصر وتكافؤاتها علشان اقدر اعرف اكتب ازاي الصيغة الكيميائية هنتكلم هنا على بعض التكافؤات المواد احادية التكافؤ وسنائية التكافؤ وسلسية التكافؤ من المواد احادية او العناصر احادية التكافؤ عندي H اللي هو عنصر الهايدروجين NA السوديوم K البوتاسيوم F فلور CL كلور BR بروم I I U AG الفضة يبدول مجموعة العناصر اللي هي احدية التكافؤ العناصر سنائية التكافؤ زي O O Oxygen Mg Mg Magnesium Ca Calcium Ba Barium Hg Zbac BB B Zn 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 المواد سلاسية التكافؤ أو فيه زي برضو سناء التكافؤ الكابريت بس نخلي بالنا أنا حتطلقه خط هنا هوت لو نلاحظ على الكابريت ده مع أنها أن الكابريت ممكن يكون ليه أكتر من تكافؤ بس التكافؤ الأشهر اللي نشتغل بيه على طول هو التكافؤ السناء المواد سلاسية التكافؤ زي الـ EL أليمونيوم والـ N النيتروجين نفس الفكرة برضو اللي بنتكلم عليها ممكن يكون ليه أكتر من تكافؤ بس الأشهر هو السلاسي الـ B الفوسفور زيها عندي عنصر زي الـ FE اللي هو الحديد ده بيكون ليه تكافؤين سنائي وسلاسي وفيه عندي عنصر زي النحاس بيكون ليه أيضا تكافؤين أحادي وسنائي يبني عايز كده في إيدك ورقة أو ألم وتبدأ تنقل لي العناصر دي كلها اللي موجودة في الجدول علشان دي هتتحفظ صمم ممكن كمان نحاول وإنت مع نفسك كده جمع من أول حرف من كل كلمة واعمل لنفسك جملة مهما كانت الجملة شكلها حلوة أو وحش هتوصل معاك وتقدر أن أنت تحفظ العناصر الأحدية والسنائية والسلاسية عندي حاجة تانية برضو تانية أنهوت غير العناصر وهي المجموعات الزرية عندي مجموعات أحدية التكافؤ وسنائية التكافؤ وسلاسية التكافؤ من المجموعات أحدية التكافؤ مجموعة الOH السالبة اللي هي مجموعة الهيدروكسيد الNO2 النيتريت NO3 النيترات HCO3 بيكربونات NH4 الأمونيوم سنائية التكافؤ زي الCO3 الكربونات SO4 الكابريتات SO3 الكابريتيت CRO4 الكورومات CR207 ثاني كورومات سلاسية التكافؤ وهي الفوسفات نركز كده في الحاجات اللي موجودة عندي دي هتلاقي كل المجموعات الزرية اللي فيها أكسوجين ما عدا الهيدروكسيد كلها بتنتهي بحرف الته كل فيه أوقته يا إما أت يا إما إيت طب إيه الفرق بين الأت والإيت يعني ما نجي نبص ما بين الاثنين دول كده ونجي نبص ما بين الاثنين دول كده هلاقي هنا الكابريتات SO4 والكابريتيت SO3 النيترات SNO3 والنيتريت NO2 فهلاقي اللي آخره آت دوت اللي هو الآت هلاقي دايما بيحتوي على عدد زرات من الأكسوجين أكبر والإيت عدد زرات من الأكسوجين أقل فدايما الآت دا لما جي أحوله الحمض الآت بيتحول ليه وكاف يعني بقاسمه كابريتيك نيتريك بينما التيت تتحول إلى ووزين دا في حالة إن أنا هتكلم على حمض يبقى كابري توز نيت روز وهكذا لما جي أبص برضو علشان ما أطلخبطش السلاسية عندي هي الفوسفات بس ما فيش غيرها أي حاجة بتبدأ بالكاف أو السه وبرضو بعدها كاف هي سنائي الباقي كله عندي هو أحادي دا بالنسبة للشغل اللي موجود عندي دا طيب إزاي بقى أكتب الصيغة الكيميائية؟ لو أنا عندي هنا مركب زي كابريتات والسوديوم وعايز أكتب الصيغة الكيميائية أول حاجة بعملها هي رموز العناصر تحت كل واحد من دول بكتب الرمز بتاعه يعني الصوديوم هو الـ والكابريتات هي الـ تفاقنا الآت تاني آت أو إيد مجموعة زرية فيها أو طب لو هي عنصر يبقى تنتهي باليه والدال يبقى دي لو كانت في آخرها إيد يهدال يبقى أنا في الحالة دي بقصد العنصر زي كلمة الكولوريد، كلور، بروميد، بروم، أكسيد، أو كتبت رموز العناصر تحت كل عنصر منهم هكتب التكافؤ بتاعه يعني الصوديوم تكافؤ أحادي والكابريتات تكافؤها سنائي بعد كده هبدل التكافؤات يعني الواحد يتحط تحت الكابريتات والي اتنين يتحط تحت الصوديوم يبقى المركب عندي هنا اسمه نقول تاني لو عندي مركب زي حمض القربونيك أول ما شوف كلمة حمض لازم على طول أبدأ بالـ طب إيه القربونيك؟ أحنا لسه قايلين اليهو الكافي اللي موجودة دي اللي هي كان أصلها ألف وته يبقى أنت تقصد مجموعة الكربونات سي أو سري بعد كده تحت كل واحد هحط التكافؤ الهيدروجين أحادي والكربونات سنائي بعد كده نبدل التكافؤات يعني الـ H هتاخد الـ 2 والـ CO3 تاخد 1 ما بتكتبش يبقى المركب H2CO3 طيب تدريب بسيط كده عايز أكتب كولوريد الرصاص أكسيد الحديد 3 حمض النيتروز هيدروكسيد الماغنيسيوم كولوريد الرصاص زي ما اتفقنا الرصاص هكتب تحته هيبقى بي بي كولوريد يعني العنصر كلور سي أل ونبدل التكافؤات مش لازم بقى نبدأ نعمل زي ما كنا شغالين فوق هنا هوا لا على طول الرصاص الرصاص تكافؤ سنائي فالتنين تتحط هنا والكلور أحادي فالواحد هنا ما بتكتبش يبقى اسمها بي بي سي أل تو أكسيد الحديد ثلاثة الحديد اللي هو FI أكسيد يعني الأكسوجين O ثلاثة يبقى أنت وحددت لي إن الحديد هنا تكافؤه سلاسي ما حنا الحديد سنائي أو سلاسي سلاسي أو أنا حددته لك الحديد سلاسي والأكسوجين سنائي هنعمل تبديل يبقى الحديد يتحط تحته الاتني اللي بتاعت الأكسوجين والأكسوجين ثلاثة اللي يتكافؤ الحديد يبقى المركب هو FE2O3 حمض النيتروز اتفقنا أي حمض لازم يبدأ بالـ H طب النيتروز قلنا الو والزين دي اللي هي بتاعت التيت المجموعة الصغيرة يعني أنت تقصد مجموعة النيتريت NO2 والـ H تكافؤ أحادي وده تكافؤ أحادي فهيروحوا مع بعض هيدروكسيد المغنيسيوم مغنيسيوم Mg هيدروكسيد OH والمغنيسيوم تكافؤ سنائي عشان كده هتبقى Mg OH 2 عايز بقى أتعلم إزاي أوزن المعادلة أنا كده خلاص عرف تكتب العنصر عرف تكتب الصيغة الكيميائية عايز أوزن المعادلة الموجودة قدامي عندي معادلة زي الموجودة دي بتقول EL زائد C U SO4 هيطلع EL2 SO4 باي 3 زائد الـ CU علشان أوزن المعادلة يبقى لازم اللي داخل قد لخارج بمشي وراء عنصر عنصر وشوف دخل كام وخرج كام نبدأ هنا الـ Aluminium دخل بواحد خرج باتنين يبقى لازم يدخل زي ما يخرج يبقى هنا اتنين طب الـ CU دخلة نشوفها كده بواحد خرجة بواحد مزبوطة طيب أبص على الـ S لوحدها والـ O لأ نركز دي دخلة هنا SO4 وخرجة SO4 كان مجموعة زرية فممكن اتعامل معها لأنها حاجة وحدة يعني عندي كام وحدة SO4 عندي وحدة خرجت كام وحدة SO4 خرجت 3 يبقى لازم تخش 3 بس قبل ماشي للألم التلاتة دي مضروبة في ايه وكله يعني النحاس كده يعتبر دخل 3 يبقى لازم يخرج هو كمان 3 يبقى أنا كوزن المعادلة بمشيها وحدة وحدة تاني نجرب في اللي بعدها همشي وحدة وحدة الإي جي دخلة كام وحدة خرجة وحدة مضبوطة طب الانو اسري دخلة وحدة خرجة لا انو اسري على بعضها دخلة تني خرجة تنين يبقى لازم تدخل زي ما خرجت بس لما حطيت هنا تو في المركب ده اتضرب في المركب يعني الإي جي تغير يبقى لازم يخرج زي ما دخل طب النحاس دخل بكام بواحد خارج بواحد تبقى المعادلة مضبوطة FE زائد CL2 عشان يطلع FE CL3 اي تفاعل يحتوي على عنصر صناء الزرة انا ممكن اوزنه بطريقة من الاتنين طريقة زي اللي احنا قلناها في البداية هبدأ بيه بس ده في حالة ان يكون العنصر صناء الزرة في المتفاعلات موجود في مكان واحد وفي النواتج في مكان واحد هنا القرور تحته اتنين وهنا تحته تلاتة ابدلهم يعني ابدل يعني اضرب ده في تلاتة وده في اتنين علشان يبقى تلاتة في اتنين بستة واتنين في تلاتة بستة بس كده الحديد بقى اتنين يبقى جمان ادخله باتنين وده بقى توزنت دي طريقة طريقة تانية استخدم فيها الكسر يعني ايه الكسر اي عنصر صناء الزرة CL2 O2 H2 N2 العناصر صنائية الزرة هسيبها دايما للاخر واشوف محتاج منها قد ايه واللي محتاجه احطه على الاتنين يعني الالامون الحديد هنا هو الداخل بكام بواحد وخارج بواحد مظبوطة الكولور داخل بكام بتلاتة يبقى انا عايزه يخش بتلاتة انا عايز تلاتة فاللي عايزه هقسمه على الاتنين يبقى هنا تلاتة على الاتنين بحيث ان الاتنين تروح معا الاتنين فيتبقى تلاتة CL وده تلاتة عندي CL تبقى مظبوطة نجرب تاني زيها اول طريقة عنده ادي الاكسوجين سناء الزرة هنا داخل باتنين وهنا داخل بتلاتة يبقى نعمل عملية تبديل هنا تلاتة وهنا اتنين بس اصبح الالامونيوم اتنين في اتنين باربعة يبقى خليه هنا هو تاربعة لا مصر انا عايز طريقة الكسر طريقة الكسر بنسيب القف الاخر ونبدأ من الاول الامونيوم داخل بواحد خارج باتنين لا يبقى يخش باتنين ال او خارجة بتلاتة انا عايزها جوة تلاتة يبقى حطي تلاتة على الاتنين بحيث اتنين مع الاتنين تبقى اتزبطت طيب جميل المعادلة دي يقول هنا سي يو ان او سري باي تو هيدينا سي يو او زائد ان او تو زائد او تو معادلة شكلها كبيرة كده ومعقدة طالما المعادلة تحتوي على عنصر سناء الزرة اعرف ان المعادلة عندها توزنت وخلصت خلاص لو استخدمت طريقة الكسر وطريقة الكسر دي انا هسيبها لغاية لما المعادلة تخلص في الآخر ازاي يعني هبدأ بالنحاس داخل بواحد خارج بواحد مظبوط طيب الان او سري لا مش هينفع خدها زي ما تعودت فوق هاخد الان الوحدها والقول الوحدها اش معنى اصل الان او سري خرجة هنا ان او تو ما خرجتش زي ما داخلت يبقى كله عنصر لوحده على عكس اما كنا بنشتغل فوق هنا اس او فور ودي اس او فور هنا ان او سري ودي ان او سري يبقى نرجع هنا تاني الان هنا داخلة بكام اه ادي في قص ودي اتنين يبقى داخلة باتنين يبقى لازم تخرج كمان باتنين طب الو ادي ثلاثة في اتنين بستة يبقى لازم تخرج ستة هنا واحد اتنين في اتنين باربعة يبقى اربعة وواحد خمسة يبقى للسالعة الستة كام واحد انا عايز هنا واحد يبقى احطوا واحد على الاتنين بحيث اتنين مع الاتنين يتبقى واحد وخمسة ستة وكده المعادلة اتوازت آخر معادلة عندي هنا هوت أعطيني الـ C2H5OH زائد الـ O2 بيطلع CO2 زائد H2O برضو معادلة شكلها مهما كانت وطالما عندي عنصر سناء الزرة زي دوت يبقى أنا عارف أنه ممكن أسيبه للآخر وأخلص أي حاجة أنا عايزة نبدأ هنا من البداية الكربون الـ C دخلة عندي كام؟ الـ C دخلة اتنين يبقى لازم تخرج اتنين زي ما دخلت الـ H دخلة ادي خمسة ودي واحد ستة يبقى لازم تخرج ستة هي خارجة هنا اتنين يبقى هضربها في تلاتة يبقى تلاتة في اتنين بستة نيجي للـ O بس احنا تفعنا دي اللي احنا بتاعتنا اللي بنتكلم عليها سنائية الزرة اللي هي دي نسيبها للآخر يبقى هبدأ من النواتج الـ O هنا دخلة بكام؟ ادي اتنين في اتنين باربعة ما ننساش اللي في الاول ودي تلاتة في واحد بتلاتة يبقى اللي موجودين بره دول كلهم كام؟ سبعة يبقى أنا محتاج اللي جوه ده كله سبعة طب أنا عندي هنا واحد يبقى محتاج هنا ستة اللي أنا محتاجه بقسمه على الاتنين يبقى ستة على الاتنين يبقى هحط هنا تلاتة عشان يبقى تلاتة في اتنين بستة يبقى أنا كده وزنت المعادلة بتاعتي عندي حاجة تانية مهمة أوي في المعادلات الكيميائية وهي لما أنا أدوب أي مركب في المية لما أجي أدوب أي ملح أيوني في المية وليكن زي كدريد السوديوم ويصبح أقوص فبيتحول من الحالة الصلبة لحالة المحلول المائي فيتفكك إلى أيونات موجبة وأيونات سالبة زي الـ NaCl الصوليد لما يدوب في المية هيطلع Na موجب أكوص CL سالب أكوص فمثلا لو أنا عندي عند تفاعل حمض الكابريتيك مع هيدروكسيد السوديوم لتكوين ملح كابريتات السوديوم يبقى أنا هعبر عنه بالمعادلة دي هيدروكسيد السوديوم أدي الـ Na و H ودي حمض الكابريتيك H2SO4 أكوص يطلع Na2SO4 كابريتات السوديوم أكوص والمية أدي ليكويد طيب المعادلة دي أنا عايز أكتبها بصورة أيونية إزاي؟ أنت لسه قيل من شوية أن المادة الأكوص تتفكك إلى أيونات موجبة وسالبة أكوص بس؟ أكوص بس لمادة صلبة ولا مادة سائلة طيب أبدأ إزاي؟ امسك أيو مركب كده وقسمه من النص دايما الجزء الأولاني ده موجب والتاني سالب بس أخلي بالي من حاجتين أخلي بالي من الوزن اللي موجود عندي إن مضروفه كله وأخلي بالي من التكافؤ يعني عندي هنا هوت كم واحدة سوديوم؟ عندي اتنين سوديوم يبقى هكتب 2NA موجب أكوص زائد كم واحدة و-H بردو عندي اتنين و-H يبقى 2 و-H سالب أقوص زائد هقسم برضو المركب ده كده 2 عندي كم واحدة هيدروجين عندي اتنين يبقى اتنين-H موجب ماكتبهاش اتش 2 نخلي بالنا أنا بسأل نفسي أهو طب عندي كم واحدة SO4 واحد يقول لأ 4 لا هي اسمها SO4 يبقى دي كلها على بعضها واحدة بس إيه ده إيه ده إيه ده انت كاتب سالب 2 ليه أنا مش قايل لأخلي بالك من التكافؤ والكابريتات تكافؤها سونئي فكان سالب 2 وكل دول علشان أحادي كنت حاطة موجب بس وسالب بس جميل نكمل المركب ده برضو هقسمه 2 عندي كم واحدة سوديوم 2 يبقى تو ن ايه موجب أقوص كم واحدة SO4 هي واحدة SO4 سالب 2 أقوص زائد نجي للمركب ده نقسمه لا يا مصطر ما يتقسمش ليه ما يتقسمش ده علشان لكويد واللي بيتقسم بس هو مين هو الأقوص حب لما كنا بنعرف المتفاعلات كنا بنقول هي المواد التي يحدث لها تغير كيميائي طب اللي ما تغيرتش ما تفعلتش يعني إيه هنا الاني ايه موجب دخلة اتنين اني ايه موجب أقوص خرجة تو اني ايه موجب أقوص يبقى ما تفعلتش تروح مع بعض نفس الفكرة الاس و او فور سالب أقوص اس و او فور سالب اتنين أقوص يبقى اللي تفاعل عندي بس هو تو اتش موجب زائد تو او اتش سالب علشان يطلع تو اتش تو او و ممكن كمان اختصرها بقى ان انا اشيل الاتنينات اللي موجودة و تبقى هي دي المعادلة النهائية عندي وهو اتحاد أيون الهيدروجين الموجب مع الهيدروكسيد السالب لتكوين الماء المتعدل طيب معادلة تانية لو خدنا معادلة زي دي تفاعل محلول كرومات البوتاسيوم مع محلول نطرات الفضة ليعطي نطرات البوتاسيوم وراصب من كرومات الفضة وهو راصب لونه أحمر بنفس الطريقة الاقوص هنقسم كده من نص يبقى عندي تو كي موجب زائد واحدة بس سي ار او فور سالب اتنين صنعية التكافؤ زائد هنقسم هنا يبقى تو اي جي موجب زائد تو انو او سري سالب هيطلع برضو هقسم هنا كده من النص تو كي موجب زائد تو انو او سري سالب زائد هنقسم لا مستر مش هنقسم ده صولد ما بيتفككش يبقى اي جي تو سي ار او فور صولد من اللي زي ما دخل زي ما خرج التو كي وال التو انو او سري يبقى اللي تبقى عندي هنا تو اي جي موجب بنبدأ بس بالموجب زائد سي ار او فور سالب وعلشان يطلع اي جي تو سي ار او فور صولد لما اجا بص للمعادلتين اللي احنا خدناهم دول هلاقي المعادلتين دول من نوع من التفاعلات اسمه الاحلال المزدوج الاول ده وهو يسمى بتفاعل التعادل والتاني وهو يسمى بتفاعل الترصيد يبقى دول المعادلتين اللي ممكن اكتبهم بشكل ايوني وهتلاقي دايما المتفاعلات دخلة اقوص اقوص والنواتي الخارجة اقوص اذا كانت عادل فهي تبقى المية ليكويد واذا كانت ترصيد فيبقى عند الراصب صلد من هنا لما اجي اعرف حاجة اسمها المعادلة الايونية بقول هي معادلة كيميائية طالما فيها مواد كيميائية يكتب فيها بعض او كل المواد المتفاعلة والناتجة على هيئة ايونات وفي المعادلة الايونية الموزونة يجب ان يكون مجموع الشحنات الموجبة مساويا لمجموع الشحنات السالبة طبعا بالاضافة الى تساوي عدد الزرات العناصر الداخلة والناتجة متفاعل يبقى لازم على طرفي المعادلة الموجب قد السالب يكون الناتج في النهاية زيرو لما اجمع الاثنين على بعض وفي نفس الوقت يكون عدد الزرات كمان متساوي بكده احنا نكون خلصنا الدرس الاولان بتاعنا ونبدأ نشوف التدريبات اللي موجودة عليه عايز اكتب الصياغ الكيميائية للمركبات الموجودة قدامي دي كولوريد الكالسيوم حمض الكابريتيك نطرات الفضة هيدروكسيد البريوم حمض الهايدروكلوريك كابريتيد الصوديوم كولوريد الامونيوم بروميد الحديد ثلاثة اكسيد الالمونيوم عايزك توقف الدرس ده كده وتنقل شوية المركبات وتحاول تحلهم من خلال العناصر وبعد كده ترجع تشوف الاجابة اللي احنا حطناها دي السؤال التاني نهوت عطيني معادلات وعايزني اكتبها في صورة ايونية برضو زي ما قلنا ثبت الفيديو انقل معادلات دي حاول اكتبها تاني مع نفسك زي ما احنا اتعودنا وارجع بص للاجابات اللي موجودة عندنا حبايبنا احنا كده خلصنا الجزء الاولاني وعرفنا ازاي نعرف نوزن المعادلة الكيميائية ازاي نعرف نكتب معادلة ايونية ازاي نقدر نكتب صيغة كيميائية لاي مركب هنلاقي في مجموعة من الاسئلة سيبهلكم تحلوها واجب بالاضافة ان فيه عندنا برضو امتحانات تفاعلية هنجربها ونشتغل عليها عشان نتعود على النظام الجديد لو في حد هنا مش متابعنا في الحلقات اللي فاتت يخش على قناة اللي سكولة يبدأ يخش عندي نهوت على قائمة تشغيل كيمياء الصف الاول السانوي ويتابع حلقاتنا اللي فاتت بس مهم جدا تعمل اشتراك في القناة تفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد في اي فيديو هنزله بالاضافة زي ما احنا متفقين كل مرة لازم هتعمل لايك شير نتقابل على كل خير